ايه اهلا وسهلا اهلا بالاصدقاء انا جدا جدا سعيد وانا سوي هالفيديو ليش بفضل من رب العالمين وثم دعم من اخواني في قناة رغمي تي بي راح اكون اول كويتي يروح مؤتمر ابل للاعلان عن الايفون انا وايد فخور بهالشي جدا سعيد تمسكوا باحلامكم فالناسة تحقق دعونا نبدأ الفيديو ونشوف توقعاتنا لمؤتمر ابل اللي راح نغطي من سان فرانسيسكو دعونا نبدأ يا اهلا وسهلا اهلا بالاصدقاء واهلا بالمتابعين مثل ما شفنا هالفيديو راح نتكلم عن توقعاتنا لمؤتمر ابل واللي راح ينعلن فيه عن الاجهزة الجديدة بداية دعونا نتكلم عن الابل تيفي وشنو ممكن راح نشوف بحديثكم عن المؤتمر للابل تيفي ما اعتقد راح يكون فيه جهاز جديد كليا لابل تيفي ولكن ممكن يتم تحديث الجهاز بمعالج جديد وسعة تخزين اكبر او تقليل لسعر الجهاز بعدها راح يتم الحديث عن التحديث اليديد اللي هو تي بي او اس والاضافات اللي فيه من دعم الاش دي ار وفيديوهات الاري اليديد اللي متعاونين فيها مع ناسا وميزة تسجيل الدخول التلقائي مع الايبول طبعا بالاضافة الى موعد طرح النظام للجميع راح يكون تاريخ 18 او 19 الشهر هذا بعدها عندنا الحديث عن الشي المنتظر بالنسبة لي وهو ساعة ابل بجانب حديثهم عن النظام اليديد والميزات اللي فيه اللي هو الواتش اس 5 راح نشوف تصميم يديد للساعة شاشة اكبر وضوح اعلى معالج يديد ولون يديد راح يكون اللون الذهبي بجانب السيلبر والسبايس جريد طبعا راح يكون فيه اساور يديدة الشاشة راح تكون مقاربة للايفون اكس بالاطراف المنحنية واتوقع اتوقع السعر راح يكون نفس سعر الساعات الحالية او مقارب لها وايضا راح يتم استعراض بعض المميزات اللي موجودة بالساعة ومدى استهلاكها للبطارية وشن اللي ممكن نشوفه في بعض الاشعات تقول انه ممكن يكون فيه قياس جديد للسكر بالدم او الضغط ولكن لما الحين ما فيه شيء اكيد فننتظر ونشوف والموعد المتوقع لطرح النظام راح يكون تاريخ ايضا 18 و 19 الشهر والساعة راح تنزل بنهاية هذا الشهر طيب بالنسبة لاجهزة الماك او نظام الماك او اس ما توقع راح يكون فيه حديث عن اجهزة الماكبوك برو ولكن ممكن يتم الحديث عن تحديث المهافي وميزاته وموعد الطرح راح يكون تغيبا نفس الشيء تاريخ 18 و 19 الشهر وممكن يكون الشهر القادم فيه تحديثات لاجهزة الماكبوك والماك ميني والاي ماك لكن هذا المؤتمر ما اتوقع انه يكون فيه اي شيء بالنسبة لاجهزة الماك الشيء المنتظر الثاني بالنسبة لي وهو الايباد طبعا راح يكون فيه حديث عن نظام الايو اس 12 وميزاته مع الايباد بالاضافة للحديث عن الايبادات بديدة من فئة البرو راح يكون فيه جهازين جدد بحجمه 10 انش و 12.9 انش بمعالجات اما تكون الاي 11 اكس او الاي 12 وراح يوم بدون زر الهوم بتصميم مشابه لتصميم الايفون بالاطراف طبعا راح يكون باحجام 128 و 256 و 512 نفس الاجهال السابقة راح يكون فيه بالنسبة لنسخة ال LTE ممكن تكون بشريحة الكترونية نفس ساعة ابل والالوان مثل ما شفنا راح يكون باللون الذهبي والفضي والسبيس كري ايضا فيه اشاعات تقول انه ممكن راح نشوفه في وصلة الكنكتر او وصلة الكنكتر للكيبورد او لوحة المفاتيح راح تكون بالشكلين بالشكل العرضي للجهاز وبالشكل الطولي وبالنسبة للاسعار اتوقع انه تكون نفس اسعار الايبادات الحالية او ممكن تكون بزيادة شوي اذا استخدموا شاشات الولد وغيرها وبالنسبة حق موعد طرح الجهاز ممكن يكون في نهاية هذا الشهر او بداية الشهر القادم ايضا ممكن نشوف تحديث لقلم افل من اول ما نزلوه لما الحين ما فيه اي افديت على القلم فننطر ونشوف واشياء على السريع طبعا راح يتكلمون عنها اللي هي الاربود 2 راح يكون فيها شحن وايرلس وبالنسخة اليديدة وتعديلات على الصوت وغيرها ومنتظر اشوف شنو اللي ممكن يسوينا هل ممكن زيادة ساعات الاستخدام سرعة اكثر بالشحن ننتظر ونشوف ولكن راح يتم الحديث عن سماعة ابل الاربود ايضا راح يتم الحديث عن الاربود اللي من السنة اللي فات اتكلموا عنه والمفروض ينزل في بداية هذه السنة ولكن طلع ما ميش ولا الامل الحين ما نزل فنتمنى ان يكون ان شاء الله في هذا المؤتمر حديث عنه ويعطونا موعد للطرح ما يقولون لنا في فول ولا ايرلي ولا وينتر ولا ماذا رف دراجون وبالنسبة للأسعار اتوقع الابل ايربود راح يكون نفس سعرها 159-169 دولار وبالنسبة للأيرباور لشحن الوايرلس اتوقع سعرها ممكن يكون من 160 دولار الى 180 دولار هذه الأسعار وبالنسبة للطرح ممكن اتوقع يكون اذا مو نهاية شهر او اذا مو خلال الفترة هذه ممكن الشهر القادم بس اتمنى ان يعطونا موعد للطرح يعني واخيرا غزال هذا المؤتمر والحدث الاهم في هذا المؤتمر وهو الحديث عن اجهزة الايفون اليديدة وراح نقول وداعا لاجهزة الايفون اللي فيها الهوم بوتن وراح ندخل في عالم الجستجرز او الايماءات او عالم الايفون 10 او اللي الناس تسميه الاكس بالنسبة لي انا لان من العام الماضي استخدم الايفون 10 مو ماني متشوق للاجهزة اليديدة ولكن ماني قادر اتوقع شنو اللي ممكن ينظاف شي يكون واو بالنسبة لاجهزة الايفون مقارنة مع الايفون 10 لكن الكثير راح يستمتعون بالاعلان عن الايفونات خاصة هالسنة ليش؟ لان اغلب الناس لا زالوا يستخدمون الايفون 8 او الايفون 7 او 6 او 6 او 5 او 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 اللي استخدمون الايفون 10 من العام الماضي راح يحسون شوية ان ابي شاشة اكبر ابيشее يعني متطلباتهم اقل من المستخدمين اللي استخدمون الايفونات القديمة اللي وايد راح يحسون بفرق اذا انتقلوا للايفونات اليديدة والاشبيهة بالاعيفون 10 مثل ما قلت ان مستقبل الآيفون راح يكون هو الايفون 10 والشكل اليديد والايماءات التي فيه هاذه هي مستقبل الآيفون سنوات القادمة وبالنسبة للآيفون راح يتم تقديم ثلاثة أجهزة هالسنة مثل السنة اللي فاتت لكن راح تكون كلها نفس الآيفون 10 بدون بصمة الصبع ومع بصمة الوقت راح يتم تقديم ثلاثة أحجام 6.5 إنش و 5.8 إنش بكامرتين وشاشة OLED وجهاز بحجم 6.1 إنش بشاشة LCD وأتمنى أن يتم استخدام شاشات MLCD Plus بدال IPS LCD كذلك في حديث أنه راح يكون الجهاز راح ينزل بشريحتين أتوقع أنه ممكن تكون شريحة SIM وشريحة إلكترونية تمهيدا لدخولنا في عالم الشرائح الإلكترونية وإلغاء الشريحة اللي موجودة بالجهاز ممكن يكون بال6.1 إنش ممكن يكون بالأجهزة كلها ممكن يكون فئة معينة تنزل بدولة معينة ننتظر المؤتمر ونتأكد من هذه المعلومات أيضا راح يتم تقديم الآيفونات اليديدة بمعالج A12 اليديد واللي ممكن يكون بحجم 7 نانو ميتر ورح يكون الجهاز بأربعة جيجا للرام وسعات تخزين 64 جيجا و256 جيجا وأتوقع للآيفون اللي بحجم 6.1 إنش راح يكون تقريبا بأربعة وستين جيجا و256 نفس الشيء أو ممكن يكون أثنين وثلاثين جيجا ومية وثمانية وعشرين جيجا على حسب إذا يبون يكون سعره أقل من تقريبا سبعمية أو ستمية دولار وطبعا بالنسبة للبطارية كعادة أبل ما راح يقول لكم كم سعتها ولكن راح يقول لكم مش كثر تعطيك وأعتقد هالسنة ممكن الاستخدام يوصل لغاية 12 ساعة أتمنى يا رب يا رب أتمنى هالشيء وبالنسبة للألوان مثل ما شفنا وصارت التسريبات راح يكون بثلاثة ألوان راح يكون الذهبي والأبيض والسبيس جريج بالنسبة للآيفونات اللي هو 6.5 إنش وال5.8 إنش ولكن بالنسبة لجهاز 6.1 إنش أتوقع على حسب ما طاعت الإشاعات إنه راح يكون بخمس أو ست ألوان وسعره مثل ما قلنا ممكن يبدي من سبتمية أو سبعمية دولار وانت طالع بالنسبة لجهاز 5.8 وال6.5 إنش ممكن سعر الأعلى مواصفات بالنسبة لل6.5 يوصل سعره لغاية 1200 دولار وبالنسبة للطلب المسبق للأجهزة كالعادة راح يكون يوم اللي معه بتاريخ 14 سبتمبر والطرح الرسمي ممكن عادة هو يكون ثاني سبوع بعد الإعلان ولكن أبل ممكن من السنة اللي فاتت سويته ثالث أسبوع فممكن هالسنة هم بعد نشوف ثالث أسبوع من هذا الشهر فممكن يكون بتاريخ 28 سبتمبر بالنسبة لي اللي بتشوق عرفه هي مميزات الأجهزة من الداخل مع أني أشوف الآيفون 10 ما في ولا غلطة طبعا ما عدا النوتش ولكن ننتظر ونشوف شنو راح يكون فيه مميزات يديدة بالجهاز الكاميرا التعرف على الوي راح يكون بالعرض ولا لا فيم ليلي فيم ليلي ننتظر ونشوف باقي ثلاثة أيام على المؤتمر ننتظر ونشوف هذه هي توقعاتي من الأخبار اللي شفناها أنا آسف المفترض بأن هذا الأسبوع أنا أزل لكم مراجعة الماكبوك برو 13 إنش ولكن صارت أنها راح أروح مؤتمر أبل فكل شي صار بسرعة بسرعة ومخي كلها بالمؤتمر وشنو راح أسوي وشنو راح أغطي التغطية هناك فسامقنا إن شاء الله لما نرجع راح نسوي مراجعة الماكبوك برو 13 إنش ولا تنسون تتابعوني على تويتر وسناب شات وتتابعون رغمي تيفي أيضا على حساباتهم بالسوشال ميديا لتغطيتنا المباشرة والحصرية من المؤتمر إن شاء الله ولا تنسونا من دعواتكم ودعمكم باللايك والشير والمتابعة والله يساعدنا إن نقدم لكم شي وايد حلو يلغ فيكم ويعطيكم المعلومة ونكون يعني فخورين باللي قاعد نسوي إحنا كعرب في المؤتمرات هذه شكرا لكم ونشوكم إن شاء الله من قاعة ستيف جوبز يوم المؤتمر سين لا يعني سلام